والنادي الاهلي وجوده في دوري ابطال بالشكل حتى كشفته في المبارات الترجي ومبارات القادمة ان شاء الله يبقوا معك ثم يعني الامل في الحصول على بطولة جديدة في دوري ابطال اخذ رأيك في الماتش بتخصب مبارات الترجي والماتش اللي جاي وفي حالة الوصول لنادي الاهلي للمبارات النهائية وتوقعت بقى للماتش ده يكون عامل ازاي طبعا يعني ربنا كرم النادي الاهلي بان ماتش الترجي كان بدون جمهور لان الترجي من الفرق زي الرجاء والوداد الجمهور بيفرق قوي معاهم فكان سهل حتى لو كنا تفرجنا على لعيبة الترجي انا ما شفتش اكن ما فيش فرقة بلعيب على الاهلي يعني الاهلي بكل السهولة قدر ان هو يكسب سيبك من تلاتة تلاتة ده توفيق بتاع ربنا والجونين الحقيقة يعني بيرستاو جاب جون علامي علامي علامان وهو مع الراجل ده مستوى زاد قوي يعني بيرستاو كان شوه بس صحيح كان فيه ناس بتقول مش هو بس يعني بشوف مش هو بس فيه لعيبة كتير زادت وفيه لعيبة قلت يعني انا عبدالقادر ده لغريت بس انا بشوف عبدالقادر لعيب يعني اللي هو ايه مزاجي شوية لانه لعيب حريف معرفش اللعيب المزاجي الحريف ده بيبقى على حسب المود ماشي ما انت كان عندك مثلا مختار مختار لعيب مهاري بس كان راجل جندي مجهول مش عايز يجيب اجوان لكن كان بيساعد زبايله على طول هو على فكرة يعني من ضمن الاخبار اللي انا يمكن عايز اقوله ان الراجل ما عندهش مشكلة ان جاهله عقد هو من الساسكا موسكو انه ما عندهش مشكلة ان يمشي انا هو فين افشا افشا فين نوعية افشا في النادي الاهلي ما فيش حد زي افشا خلى الراجل يستغنى عنه خالص انا مش عايز بس هل هو اثر القادم هي ده النوتي النوعية دي اه معي مش موجودة فالفريق بس هل هو اثر فالفريق هل الفريق اثر بعد ان تت واجده هو ده نوتي هو افشا هو راجل عامله عادي شرائي نوعية افشا بتعمل للفارق مش لازم إنه بتعمل الفارق للنادي الأهلي تمام يعمل سرو باس يشوت من برة كرة ثابتة هو ما بيعملش حاجة من الحاجات دي فعهد الراجل ده فابتدى يستغنى عنه لأ أنا عندي حمدي فاتحية راجل ديفندر وبيبقى جواة 18 هو كده هستفيد النادي الأهلي هستفيد بي أكتر من أفشة أنا عنازل أن أفشة هو اللي عمل في نفسه كده أداؤه في الملعب مش مقنع للراجل الراجل مش هيجي يقول أصل ده اللي جاد القاضية في السوبر للزمالك ملوش دعوة أنت قمتك الحالية إيه النهاردة قمتك الفنية الحالية إيه هو ده اللي أنا هرتب عليه الورقي الجديد لكن أنا شايف أن ياسر كمان أنا بحييه الحقيقة ياسر براين أه طبعا يعني تفوق على نفسه بأمانة يعني رغم أنه هو قعد في السنة دي محمود متولي قاعده لكن قدر أنه هو لما جيه نزل كان راجل وأداؤه كان جيد جدا طبعا مع محمد عبد المنعم بس أنا برضو من هنا يعني بهمس لحمد عبد المنعم وبقول له خليك لعيب كورة بس بلاش المشغبات اللي جوا بلاش أن أنت تروح تعترد كل شوية خليك أنت في الملعب وبس محمد لأنه محمد لعيب كويس قوي بس بيقلل نفسه في الحاجات ديت يا فاروق أنت مالكش دعوة بالمشحنات اللي موجودة تاخد من تركيزه أصدقا عايز يروح ويهو يتخانق ويشد مع دا يلعب كورة وبس ولعيب الكورة مالكش دعوة أنت بعد كده بعد المطش بتسلم على المنافس دوت تمام أنا متطفق معاك دي بتقللو لا بتاخد من التركيز اللي حتى بالزبط كده بالزبط بص دا خبطني أنا هخبطه المرة اللي جاية طب أنا المرة جاية يخش فيه جاية لا لا صحيح لا ركز عايز أخد كولر كولر كابتن وأداءه في المطش الترجي ومطش الرجاء اللي قبله والمطشين رايح جاي برضه بتشوفه برضه إزاي وعملتنا التطور اللي حصلت في الفريق ككل مش بتكلم أفراد بس لا بتكلم في فريق ككل لأن حدك بتقول لي مثلا لا فيه لعيبة مثلا بعدت يعني فيه لعيبة توجودها ما أثر بشكل إيجابي بشكل كبير يعني لا هو الرجل الحقيقة عامل يعني جبهات يعني جبها ناحية اليمين جبها ناحية الشمال بيقدر أنه هو بيشتغل مثلا على معلول وتعرف أنه معلول طبعا كان ناحية دفعية مش قوي هو ناحية الهجومية عالي جدا جدا فهو بيستفيد به في الحتة دي وبيقدر أنه هو يأمن المكان دوات بالهاف الدفندر اللي موجود برضو بيعمل نوتيشن للعيبة بتاعته دي من الحاجات الكويسة أن أنت يعني خليت النهاردة مروان وعمر وحمدي واسمه إيه ديانج الأربعة جهزين صحيح في أي وقت صحيح فما كانش ده بيحصل هل فجأك مروانا كابتن بأداءه في الأهلي غير يعني أوي كان في الاتحاد أنا محسيتش بيه في الاتحاد على فكرة أنا محسيتش كان كويس كابتن كان يعني عامل مؤثر برضا بس ما كانش اختلف تماما مش زي الأهلي لا 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 وراجل محتنع به أوي وطبعا هي دي ناحية نفسية قوية جدا أنه هو أن أنت هو مين اللي بيرجعك لما تفقد الثقة في نفسك كلاعب المدير اتنين المدير الفني والجمهور أنت محتاجهم هما اللي رجعوا لك الثقة وزميلك طبعا طبعا زميلك في الملعب فهو الحقيقة بهرني أنا يعني كان عادي مروان حمدي عادي في الاتحاد آه لا يبقى كويس بس عادي يعني برضو موجود في الأهلي بيبقى مختلفة مع النادي الأهلي كان من احترام الاتحاد وجمهاريته لكن الأهلي برضو بس برضو مش أي لعيب بيخشه يندمج كده صحيح انت في لعيبة بتفضل فترة يعني هو دخل بسرعة لافي وفاكر قعد سنة بحالها ما يجيبش جون لا هو لعيبة كتير يعني وغيره وغيره طبعا لكن هو ما شاء الله يعني راح أكنه من أجبال النادي الأهلي تحسنه من أجبال النادي الأهلي